موسيقى قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل انه سيعمل قلبا وقالبا على ابقاء بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي بعد فوز بلاده باتفاق يعطيها وضعا خاصا وقال كاميرون كذلك انه سيطرح مقترحات جديدة لتعزيز سيادة بلاده وذلك في محاولة واضحة للحفاظ على تأييد الموابل اكثر تشككا داخل حزب المحافظين لحملته لابقاء بريطانيا داخل التكتل الاوروبي واشار كاميرون الا انه يؤمن بان بريطانيا اكثر امنا وقوة داخل اتحاد الاوروبي معدل كان زعماء الاتحاد الاوروبي قد توصلوا بالاجماعي الى اتفاق في ساعة متأخرة من مساء الجمعة يمنح بريطانيا هامشا من الحرية في تطبيق القواعد المصرفية والسوقية ولكنه يؤكد انه ستكون هناك مجموعة قواعد واحدة للقطاع المالي داخل الاتحاد الاوروبي ويحافظ الاتفاق النهائي على معظم التنازلات التي قدمت لبريطانيا في النسخ السابقة للتسوية على الرغم من انه قد لا يعالج المخاوف التي اثارها المنظمون والمحللون البريطانيون ورفضت محاولات استبعاد الاسواق من مجال هامش الحرية داخل المفاوضات على جانب اخر عبر منظم حملات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي عن عدم رضاهم عن الاتفاق الذي ابرم الجمعة بين بريطانيا والاتحاد قائلين انه لم ينجح في تحقيق ما يكفي وقال قائد حزب استقلال المملكة المتحدة يوكيب نايجيل فاراج خلال تجمع لمعارض بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي في لندن ان قيمة الاتفاق لا تساوي قيمة الورق الذي كتب عليه لانه لا يناقش الموضوعات الاساسية التي يهتم بها الشعب البريطاني وقال الحاضرون ان الصفقة لم تغير رأيهم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ومن المنتظر ان يجتمع كاميرون السبت مع وزراء حكومته ليصيب الموافقة على الاتفاق يتلو ذلك تحديد موعد الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي من المتوقع ان يكون في اواخر يونيو القادم اشتركوا في القناة